السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المشاهدين يا ربكم بخير بالنسبة اللي بتفرج عليها الاول مرة ما ينساش اللايك ويشترك في القناة واهم حاجة يفعل الجرس عشان يوصل لكم الجديد كل ما يخص الالكترونيات والتردودات الفضائية والاحداث الرياضية في حلقة النهاردة هنتعلم مع بعض زيت برمج جهاز استرونج مدل اربعة الاف ستمائة وثلاثين الجهاز دون جهاز كوري ويعتبر من احسن الاجهزة اجهزة استرونج الموجودة في السوق وسواء كان الجهاز عندك في البيت او الجهاز جالي في المحل عشان تبرمجه هعرفك طريقة بشرطة تتبع معي نفس الخطوات بطريقة احترافية جدا هنعرف ازاي نبرمج الجهاز دون برمجة صحيحة طبعا لو الجهاز جالي بنفس المينيو اللي قدام حضراتكم ونص القناة اللي عليها افلة مش هفضل امسح قناة خناة لان الطريقة دي انا هتاخد وقت كتير وهتاخد مجهود كتير مني كل اللي هعمله هتبع الخطوات اللي جايه بالتفصيل اول حاجة هضغط من الرموت على زرار المينيو هيزهر لكلمة تكوين اللي قدام بينه قدام حضراتكم بضغط عليها اوكي هينقلنا للقيمة اللي بعد كده هيطلب مني كلمة المفتاح كل اللي بعمله بضغط من الرموت على اربع تصفار او على زرار الصفر اربع مرات هينقلنا للقيمة اللي بعد كده هيزهر قدامي كلمة مسح آلي وديا مش هنحتاجها الوقت هنحتاجها بعدين كل اللي بعمله بنزل على كلمة تعديل او مسح المرسل وضغط عليها اوكي هينقلنا بعد كده لقيمة الترددات اللي هي كائمة المرسلات اللي موجودة على الرصفر يبقى ضغطت من الاول منيا واخترت كلمة تكوين ودخلت رقم السر بتاعي وانزلت على كلمة تعديل او مسح المرسل ضغط اوكي بطريقة احترافية جدا كل اللي عمله اقف على الترددات او تردد المرسل وغير بسهم اليمين والشمال واختار كل الترددات اللي هي مش جايب اشارها معايا وانزل على كلمة محول مرسل اضغط على اوكي الجهاز بيسألني هل تريد محول مرسل كل اللي بعمله بضغط من الرمود على الاوكي او الانتور اللي في النص وبكده يبقى انا بحزف كل الترددات اللي قفلت او الترددات اللي تغيرت وملاش اشارة وبحزفها مع بعض دفع واحدة طبعا ده بتوفر عليها كتير بدل ما افضل امسح في القناة كلها واحدة واحدة او بدل ما اختار كل قناة الوحيدها وافضل احزفها وبكده يبقى انا خدت وقت كتير جدا وبرضو ما وصلتش لكل القناة اللي قفل على الجهاز وكده يبقى انا باختر التردد اللي تغير او التردد اللي قفل وبنزل على كلمة محول مرسل واضغط على الاوكي مرتين وقت ما خلصت كل الترددات اللي قفلت بضغط من رمود او مسحت كل الترددات اللي قفلت بضغط من رمود على زرورة الاجزيدة عشان اخرج من قيمة محول مرسل جهازة يقول لجارة حفظ المعلومات وبنتظر عليه سواء لحد ما يخلص وهينقلن القيمة القنوات او يخرج من القيمة بتاع المينيو خالص نجي بعد كده الخطوط برمجة القنوات ودي سهلة جدا ضغطنا من الرموت على زرور المينيو مرة تانية ودخلنا على كلمة تكوين ودخلنا الرقم السر بتاعي من خلال القيمة اللي هي ادخل المفتاح الرقم السري 4 صفار مجرد ما بضغط على الصفر 4 مرات من الرموت هيدخلنا للقيمة اللي انا قلتها لكم لحضراتكم في اول الفيديو هنحتاجها بعد كده اللي هي كلمة مسحة آلي ناس كتير ساعة ما تشوف كلمة مسحة آلي هتتخض منها لكن دي نزلة في القيمة او في السوفت بتاع الجهاز معناها البحث الآلي للخنوات كل اللي بعمله بضغط على كلمة مسحة آلي اوكي من الرموت واتأكد ان انا واقف على اسم الامر بتاع النيل سات ونفس البيانات اللي بينه قدامي خنوات غير مشفرة وبنزل على كلمة مسحة آلي بضغط اوكي هتبتدى القيمة بتاع البحثة تظهر معي والقنوات هتبتدى تنزل معي على الجهاز بالشكل اللي قدام حضراتكم دي ممكن عملية او عملية تاخد لها في حدود اربع دقايق او خمس دقايق عادي خالص بطبيعة الجهاز بصبر عليها لحد ما يخلص وكل اللي بعمله بعد ما يخلص خالص واكتمل البحث بضغط على اوكي من الرموت ونواقف على قيمة البحث هيخرجنه اوتوماتيك والجهاز هيقول لي حفظ المعلومات او جري حفظ المعلومات وبجده يبقى خنوات هتخزنت عندي على الجهاز على القيمة في اطراء تانية وديان ان انا مرجحهاش وانت واقف على قيمة البحث بعد ما الجهاز خلص في ناس بتضغط على زرار وتخرج للقوائم اللي قبل كده واحدة واحدة سواء لقيمة المسح وترجع تاني تضغط على عشان تخرج خالص من القيمة لكن الطريقة دي يعني ممكن ما تبقاش طريقة عملية وطريقة فنية لا كل اللي بعمله وقت ما الجهاز خلص واللي سكانينج اللي تم البحث وظهر معاش رتل اصفر على قيمة القنوات كل اللي بعمله بضغط واحدة بضغط على الاوكي او الانتر اللي في الرموت الجهاز بيحفظ المعلومات وبيحفظ القنوات اللي نزلت اوتوماتيك وبكده يبقى البحث اجتمل معايا والقنوات اتخزنت عندها على الفلاشة وقت ما بخرج من القيمة دي يعني وخلاص الجهاز حفظ المعلومات بروح لقيمة القنوات الى اكل القنوات الجديدة والقنوات نزلت معايا بطراء احترافية وتم بحث الجهاز ومبروك علينا كل القنوات الجديدة من اجمل الاجهزة الموجودة في السوق ومن احسن الاجهزة الموديلات العملية سترونج اربعة ستمائة وتلاتين الكوري وبكده احنا برمجنا الجهاز موديل اربعة تلاف ستمائة وتلاتين بطراءة احترافية وبطراءة فنية جميلة جدا سواء في البيت او في المحل اشوفكم على خير في حلقات تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته